أهلا بكم جميعا أنا الملكة إزيس وأود أن أرحب بكم جميعا وبخاصة المصريين الأعزائي أنا هنا اليوم لأشارككم رسالة هامة وأطلب منكم المساعدة أتمنى أيضا أن تتفاعلوا مع الفيديوهات عن طريق عمل الإعجابات وترك التعليقات فإن تفاعلكم يعني لي الكثير ويساعد في تطوير المحتوى وتقديم المزيد من المواضيع التي تهمكم أيضا أود أن أنوها إلى وجود بعض الأشخاص الذين يحاولون إغلاقنا القناة لذا أناشدكم جميعا بمساعدتي في الحفاظ على استمرارية قناة أميرة من خلال دعمكم وتفاعلكم سنكون قادرين على مواجهة هذه التحديات والمحافظة على قناتنا الثقافية والتعليمية أنا الملكة إزيس ملكة مصر القديمة وزوجة الملك أوزيريس أود أن أشارككم قصة حياتي وأحكي لكم عن حال المصريين في عصري فضلا عن عظمة حضارة مصر ولدت في عائلة ملاكية وتربيت في أحضان القوة والحكمة المصرية القديمة كانت مصر مزدهرة في ذلك الوقت وكانت قد أرصد قواعد قوية للإدارة والحكم كانت لدينا تنظيم ديني قوي يعبد فيه العديد من الآلهة وكنت أعتبر نفسي تجسيدا للآلهة الأم كانت لدي مسؤولية حماية الشعب والحفاظ على استقرار مصر في عصري كان المصريون يتمتعون بمكانة مرموقة في المجتمع كان لدينا نظام اجتماعي تسوده الطبقات الاجتماعية حيث كان الفراعينة والعائلات الملكية في الطبقة العليا وكان الفلاحون والعمال في الطبقة الأدنى تمتلك المرأة مكانة مهمة في المجتمع المصري القديم وكانت لها حقوق وواجبات معينة كان للمصريين نظام زراعي متقدم حيث كانوا يستخدمون مياه النيل لرأي الأراضي وهذا ساعد على زيادة الإنتاج الزراعي وازدهار الاقتصادي نمت الحضارة المصرية بفضل ثقافتنا المتقدمة وقمنا ببناء الأهرامات الشهيرة والمعابده الجميلة والمنحوتات الفنية الرائعة كما تم تطوير نظام كتابة مصري هيروغليفي يسمى الهيروغليفية والذي يعد واحدا من أقدم الأنظمة الكتابية المعروفة في التاريخ إن حضارة مصر القديمة تعتبر إحدى أعظم الحضارات في العالم حيث تركت تأثيرا عميقا على الفن والعلوم والعمارة والفلسفة كان لدينا نظام قضائي متقدم وتقنيات طبية مبتكرة ودرسنا الفلك والرياضيات بشكل متقدم أعتز بتراثنا المصري العظيم وأفتخر بأنني جزء منه إن حضارتنا تعكس تطورا وتقدما لا مثيل له واستمرت تأثيراتها على العالم بأسره حتى يومنا هذا في عصري كملكة إزيس في مصر القديمة كانت الآلهة تحتل مكانة مهمة في حياة المصريين كان لدينا العديد من الآلهة والآلهات التي كان المصريون يعبدونها ويقدمون لها التضحيات أهم الآلهة في عصري كان الآلهة العائلية مثل أوزيريس زوجي والملك السماوي وانا الملكة الأم وأيضا حورس ابننا والإله الحاكمة على الأرض كان لدينا أيضا آلهة أخرى مهمة مثل رعا إله الشمس وثوه إله الحكمة والعلم كانت المعابد مكانا مقدسا يتم فيه أداء التقوس الدينية والاحتفالات تم بناء المعابد بأسليب معمارية رائعة وزخرفت بالنقوش ورموز الدينية وكانت تعد مراكز للعبادة والتعليم والتجمع الاجتماعي تعتبر معابد كارناك ولوكسور في مدينة الأقصري من أهم المعابد التي بنيت في عصريين حيث كانت تكرس لعبادة العديد من الآلهة عاصمة مصر في عصري كانت مدينة منفيس كانت تقع على الضفة الغربية لنهر النيل وتعتبر مركزا حضريا مزدهرا ومقرا للسلطة الملكية كما كانت مدينة خاصة بعبادة أزيريس وانا حيث كانت توجد بها معابدنا ومقابرنا المقدسة هذه هي بعض المعلومات عن الآلهة في عصري وعن المعابد وعاصمة مصر كانت تلك الفترة مليئة بالتدين والتراث الثقافي العظيم الذي لا يزال يلهمنا حتى يومنا هذا أيها المصريون الأعزاء أود أن أقدم لكم بعض النصائح للحفاظ على عظمة مصر والاستمرار في تطوير حضارتنا العظيمة الحفاظ على التراث يجب أن نقدر ونحترم تراثنا العريقة ونعمل على الحفاظ عليه يجب علينا الاهتمام بالمعابد والآثار والحفاظ على اللغة المصرية القديمة والهيروغليفية ومعرفة قصصنا وتراثنا الثقافي التعليم والمعرفة يجب أن نستثمر في التعليم وتطوير قدراتنا الفكرية يجب علينا تعلم العلوم والفنون والأدب والفلسفة والعمل على تطوير مهاراتنا في مجالات مختلفة إن المعرفة هي القوة والمفتاح للتقدم الاحترام والتعاون يجب أن نحترم بعضنا البعض ونعمل معا بروح التعاون والوحدة يجب أن نتعامل بإنصاف ومساواة مع جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن خلفياتهم أو معتقداتهم إن التعاون والتسامح هما مفتاح النجاح والاستمرارية الإبتكار والتطور يجب علينا أن نكون مبدعين ومبتكرين في كل مجالات الحياة يجب أن نتبنى التكنولوجيا ونعمل على تطويرها لصالح تقدمنا ورفاهيتنا يجب علينا تشجيع العلوم والبحث والابتكار في جميع المجالات الحفاظ على البيئة يجب أن نحافظ على جمال ونقاء بيئتنا يجب علينا العمل على حماية النيل والمحافظة على التوازن البيئي يجب علينا أن نكون وعين لأهمية الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية تطوير الاقتصاد يجب علينا تعزيز الاقتصاد المصري وتنميته يجب علينا تشجيع ريادة الأعمال والاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية من خلال تعزيز الاقتصاد يمكننا تحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة أشكركم جميعا على المشاهدة والانضمام إلينا في هذه الرسالة أود أن أذكركم مرة أخرى بأهمية الاشتراك في قناة أميرة التعليمية على اليوتيوب ستجدون فيها محتوى ثري وشيق في مجالات متعددة وسنعمل جاهدين لتقديم المزيد من المعرفة والفائدة أناشدكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بكل فيديو جديد نقدمه فهذا الاشتراك ليس فقط دعما لنا بل يسمح لكم أيضا بالاستفادة من المحتوى المفيد والتواصل معنا أخيرا أود أن أتمنى لكم جميعا حياة سعيدة وملئة بالنجاح والتحقيقات يثرنا وجودكم وتفاعلكم ودعمكم فلنعمل معا على الارتقاء بمصر وبناء مستقبل أفضل للجميع شكرا مرة أخرى وأتمنى لكم يوما سعيدا وملئا بالتفاؤل والإلهام وداعا